بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أساتذة الكرام تلاميذ الأعزاء أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من سسلة الحصص القصيرة المذهلة في مادة الهندسة الكهربائية اليوم سوف نتطرق إلى عددات تصعودية وذلك باستخدام الدارة مندمجة أسان 74 ألاس تسعين وهاته الدارة تنتمي إلى عائلة تيتيال اجمع قبل ما نبدأ في الدرس نذكركم بالمخطط العددات في الحصص الماضية درسنا عددات تصعودية باستخدام قلبات ثم تطرقنا إلى عدد تنازلي باستخدام قلبات جماعة اللي حب يشاهد هذا الحصص بنسبة لعدد تصعودية قسمناها الحصصين حصة رقم 8 وحصة رقم 9 أما عدد تنازلي هي حصة رقم 10 أما عدد تصعودية باستخدام 74 ألاس سعين حصصة رقم 11 ندرسها اليوم جزء الأول وحصة 12 هي الجزء الثاني الشبيبة كانت واحدة الملاحظة حاب نعطيهاكم بالنسبة لعددات الحصة تعليم ستكون حصة قصيرة مناشح ندصروا البنية الداخلية تاعة 74 ألاس سعين اللي حب يشوف البنية الداخلية تاعة 74 ألاس سعين ويعرف كل شي بالتفصيل بإذن الله سأنزل لكم حصة جديدة من حصة المفصلة ورقم هذه الحصة هيكون 38 هذه الحصة ستكون في المستقبل مجرد نكملهم سنشرهم في القناة اليوتيوب فاصل ثم نواصل شبيبا زينا هنفهموا 74 ألاس 90 نحن نبدلكم مع ربع تمارين كين حلو هذا ربع تمارين نحن نلقوا كل شي سهل مية وشيوه لازم تبعوا الاستراتيجية اللي راح نعطيها لكم هيا جماعة نبدأوا بأول تمارين كما كنت لاحظوا في السؤال الأول طلب مننا إكمال تصميم المنطق لهذا العدال في 74 ألاس 90 نجماعة كانت واحدة الملاحظة قادر يعطيها لك بطريقتين قادر يعطيها لك على شكل مخطط بسيط جدا وش في هذا المخطط بسيط فيه مدخل الإشارة 9 قلوك A ومدخل إشارة 9 قلوك B والمخارج الأربعة ومدخلين إرغام على صفر ومدخلين إرغام على 9 ولا قادر يعطي لك احتمال ثاني يعطي لك دارة مندمجة فيها كل الأقطاب في هذه الحالة جماعة نبدأوا بالإحتمال الأول بسيط وبعدها نروحوا الإحتمال الثاني جماعة كيمدلك عداد باستخدام 74 ألاس 90 أول حاجة أول حاجة لازم تتعلم تقرأ الوثائق الصانع أنت ماك شاح تصمم عداد من عندك وإنما وشاح تصمو تصمو إن طيلاقة من الوثائق الصانع معطات في البكالوريا كما كنت لاحظوا هذه الوثيقة الصانع في الوثيقة الصانع وش كيني كينثة حويج أساسية أول حاجة وش هي إشارة الساعة كما كنت لاحظوا هذه السيكة مربوطة بإشارة الساعة وكينة بوابة أند مدخل الأول مربوط بإشارة الساعة عاش هذه عاش قادر تجي من أند أو سنك 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 ولا قادر تجي من بوابة نفي سي أم أو واس وبما أنه كينة هذه المرحلة إكس 53 وعندها علاقة بإشارة الساعة إكس 53 نجمع وش وظيفتها وظيفتها إذن وبما أنه التركيب هو عدد وش مع أنت وظيفتها إذن بإلعاد إذن هذه الأول حاجة وش هي إشارة الساعة ثاني حاجة المسح كما كنت لاحظوا هنا جماعة مكتوبة Air مش مكتوبة AirBard إذن مسح في 74 إلى 60 ينشط بالواحد ما نتقيش كل يقوم بعملية المسح اللي هي مرحلة إكس 100 وثلاثة جماعة هذه المراحل هتقرأهم مرة جيه إن شاء الله في القربست هي مجرد مراحل فقط كما إكس 100 وثلاثة هي مرحلة من متمن قيادة والتهية كما إكس 53 هي مرحلة هي مرحلة رقم ثلاثة من أشغلة خمسة وآخر حاجة أجمعها شرط نهاية العد هنا رحل عدد نقلبه الدورة ناقصة ما يحسبش الماكسيمو التعوي إذن أنا وشي ساوي تريدو ستا إذن هنا بوابة وهي بوابة شرط نهاية العد ورح تكون بوابة أنت هاي جمعها ركزوا مع يمليح 74 إلى 70 في البنية الداخلة تحتوي على عددين العدد الأول ترديده اثنين فيها قلاب واحد مدخل إشارة الساعة هو السي كا وفيه مخرج واحد كي أما العدد الثاني هو عدد ترديده خمسة وقده في قلاب فيها ثلاث قلابات قلاب بي والسي والدي إذن كده كان عندي مخرج كي بي وكي سي وكي دي وهذا الكي بي عنده إشارة الساعة المدخل التعويش هو هو سي كا بي وهذا العدد جمع 74 إلى 60 فيه ودخلين إرغام على الصفر مع أنتا كنجو نتخلصهم الرقم صفر ور واحد ينشطو بالواحد منطقي لازمنا في آنين واحد بش مدلهم واحد واحد كنحب ننمسح العدد هذو لازمنا نكلبهم كتلة واحدة ونتخلصهم الرقم لأننا حابين تخلصهم منه كما هنا حابين تخلصهم الرقم ستة أما أتسعة واحد وآتسعة ثنين إرغام على تسعة ما يحتاجوهاش في العدد التصاعد على هذي ديما لازمنا نرطهم مع بعض ونمدلهم جياندي والله واحد منهم نمدلهم جياندي هكذا جماعة هيا جماعة رحوا نصموه هذا العدد بها نصمم هذا العدد لازم نعرف نقرأ وثائق الصانع بها نعرف نقرأ وثائق صانع لازم تكون عندي استراتيجية منظمة جماعة هذه الاستراتيجية كده فيها خطوة فيها خمس خطوة الخطوة الأولى في الاستراتيجية وش هي هو ربط أتسعة واحد وآتسعة ثني بالجياندي معاندها مداخل إرغام على تسعة في العدد تساري ما نحتاجهم لازم ننديزاك تيفيهم لازمنا على أقل واحد ما دوه جياندي والله من المستحسن في زوج نربطهم بالمأخذ الأرض هذه خطوة الأولى في الاستراتيجية خطوة ثانية من الاستراتيجية وش هي جعل دارة عشيرية أستاذ كيف نقرأ دارة عشيرية طريقة بسيطة جدا وش هو مخرجت على العدد الأول اللي وكي باش تربطه مخرج كي آه هذا باش نربطه نربطه بسي كابي هنا قلبت عدد عشيري خطوة ثلاثة اللي هي إشارة الساعة نشوفه شكون يمد إشارة الساعة اللي هي كما كم تلاحظون في المخطط الوظيفي شكون يمدها إشارة الساعة الخارجية آش وكينا إكس سلاثة وخمسين وكينا بوابة أنت خطوة رابعة وش هي شرط نهاية العد كما كم تلاحظون المخطط الوظيفي طالب منه إنجاز عدد ترديده ستة إذن هنا لازمني بوابة شرط نهاية العد وخطوة الأخيرة جمع وش هو النوع المسح هل هو مسح الذاتي هل هو مسح خارجي هل هو مسح الذاتي مع المسح خارجي كما كم تلاحظون هنا آر هي المسح باش مربطة بإكس 103 وهذا مسح خارجي هاي جمع به نفهم مليح وبنقلبه هذا الدرس بسبوسة أروح نطبقه هذي الاستراتيجية بالتفصيل هاي جمع نبدأه بأول خطوة في الاستراتيجية اللي هي ربط A91 A92 BG لازم نتخلصه من مداخل إرغام على 9 إذن وش نديره في هذه الحالة نرد A91 مع A92 ونرد بواش بالجي وإلا تقدير تربط غير واحدة منهم بهم مداخل إرغام على 9 ومن المستحسن تربطهم في زوج تهنى منهم إذن هنا وش نقول تخلصنا من مداخل إرغام على 9 علها ما نحتاجه لأنه 74 إلى 90 دمائم لعداد تصعود وما نحتاجه عدد تصعود إرغام على 9 ممكن نحتاجه في العددات تنازلي إذن ربط A91 BG نكمل نها ورخو الخطوة الثانية من الاستراتيجية اللي يجعل دارة عشيرية واستاذ كيف نقلب هذه الدارة عشيرية لازم نقلب ها يحسب منصفر إلى 9 جمع عركين ثلث احتمال سترى في الحصص التفصيل لو كنن ربط إشهات الخارجية ب CK و 2 مع أنت يحسب KIA و KB و KD لا يحسب ه لو كنن ربط إشهات الخارجية ب CK و KB و KB و KB 2 يصبح 2 و 10 كيف نقلب ها طريقة بسيطة جدا المخرج تقلب الأول كA لنقلب CK و هنا و يصبح عدد ترديد 10 مع KB و KC و KD كامل توصل لهم إشارة السعر إذا عندي عدد ترديد 10 يجب عدد ترديد 10 و بعد نتخلص من رقم 6 إذن كمل إشارة السعر خطوة ثلاثة استراتيجية العدد هذا لن ترديد إشارة السعر لا يحسب إشارة السعر إذا نرى إشارة السعر إشارة السعر نقرأ الوثائق الصالح ما الذي يعطي إشارة السعر دار موند بج 74 90 خارجي و كان Booba End و X53 جمع هذه وظيفة ترديد لو كانت تمد إشارة السعر ما يفعله إشارة السعر العدد تفصل إشارة السعر و إذن وظيفتها وظيفتها بالعدد إذا ما نقرأ في هذه الحالة بما أنه هنا بوابات التي تحقق إذن بالعدد نرسم بوابات المدخلين المدخل الأول بإشارة السعر التي قادة تكون جاءة من O5 5 5 و قادة تشكيل من بوابات إشارة السعر وغذينا دارة مدمجة بعد آخر خطوة الرابعة في الإستراتيجية شرط نهاية العدد كما راكم تشوفوا هذه الدارة التي خدمتها تحسب لي من صفح مع تعدد عشري لماذا 74 أدس تسموها دارة عشري لأن تحقق هذا التركيب دائما تحقق لي عدد ترديد عشر و ونحن عدد عشر و كانت طلب مني عدد ترديد عشر و كما راهي وسائرة كملت عدد ترديد عشر إذن هو طلب مني 2 يساوي 6 إذن 2 يساوي 6 و مطلب مني لازم ندير توفيقة لتكون على شكل بوابة شرط نهاية العدد هذه توفيقة مجرد يوصل لعدد رقم 6 حي تمسح العدد إذن كيف ندير طريقة بسيطة كما شفنا في القلابات بما أن مقاتية مربوطة بسيك وبما أن كي مربوط بسي كيف هالرقم و طريقة بسيطة نبدأ بالوزن الأضع كي كي كتب 2 0 1 كي 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 8 هنا و كنت تجمع و كأنني حولت نظام عشال إلى نظام ثنائي و سنخرج شرط نهاية العدد إذا نجمع لكم 6 و ماذا يساوي من هذه الرقم متى يتحقق الرقم 6 عندما يتحقق كي C و كي بي لأن 4 2 و سنجد رقم 6 إذن هنا نحتاج البووبة أم لا هنا نحتاج البووبة يوجد عندك أكثر من رقم تحتاج البووبة إذا كان شرط نهاية العدد فيها رقم واحد لا تحتاج البووبة سنجد المثال الثاني إذن بما أن 6 يساوي 2 مع 4 عندي أكثر من رقم لازم لدي بووبة N من مدخالين هذه البووبة تربط كي بي وتربط كي سي والمخرج البووبة هذي نكتب لها أن يساوي 6 هنا شرط نهاية العدد تربط بالمخارج غير منفية هنا لا مخارج منفية في 74 ألا السعيم ليس كما القلبات نتفاهم من جماعة بعد شرط نهاية العدد كان طريقة ثانية تكتب ها في الواثقة الإجابة مباشرة قد يأتي سؤال يقول إستخرج توفيق شرط نهاية العدد كما هذا في اليمين يعبر عليه K A وهذا يعبر على K B وهذا K C وهذا K D هنا في 74 ألا السعيم شرط نهاية العدد ندو غير وحدات منطقية متى يتحقق رقم 6 يتحقق عندما يكون K B و K C يساوي واحد منطقي إذا شرط نهاية العدد ماذا يساوي إذا يساوي K B F K C متنسو LSP تكتبوها هنا يبقى تعرفوا بللي هذا هو K A صحيح هنا جمع وشدرنا كملنا الخطوة رابعة من استراتيجية إذا نبقى خطوة الأخيرة المسح وش عن مسح هل هو مسح خارجي أو مسح ذاتي أو مسح خارجي مع ذاتي كما تلاحظوا هنا يقوم في هذا التركيب مسح خارجي فقط يقوم بعملية المسح اللي هو X103 لماذا لأن X103 اللي هو مربوط بال Air وهنا جمع حذاري Air هنا في 74 إلى 90 تمشي بالمستوى الأعلى هنا لدينا بوابات نفي نهائيا 74 إلى 90 لنحتاج بوابات نوت بوابات منفية نهائيا لأن 74 إلى 90 تمشي بالمستوى الأعلى إذا ما نقوم إذا ما نقوم بإمكان R01 وR02 بإمكان بإمكان واجب عليك كتلة واحدة وإلا تربط مع بعض إذا كون يتحكم في المسح X103 إذا نربط X103 ونربط ها مباشرة في الكتلة R01 وR02 إذا كي تعد X103 تساوي 1 العدد سيصار ويتمسح خارجيا عن طريق مرحلة ثالثة من 8 قيادة والتهية هذي يحتاج عرفها مستقبلا في درس المتامي وهنا جماعة زيناء كمنا تصميم عدد ترديد وستة باستخدام دارة من دمج 74 إلى 90 النهار اللي يمدل لها لي على شكل رسم مختصر وهنا كمنا المسح وكمنا كل شي جماعة زيناء كان ملاحظة قاد يجي سؤال يقول استخرج توفيقة المسح ولا معادلة المسح إذن شكرا يقوم بعملية المسح اللي هي X103 هذه كمنا نسميها R رمز A0 إذن R ماذا يساوي يساوي X103 بس كم عندي طريقة واحدة للمسح هيا رحول المثال بعد اللي هو نفسه لو كان نقول يصمم عدد ترديد ستة هنا ممدل رمز المختص دارة مندمجة سيعطي دارة مندمجة فيها كل أجر في هذه الحالة كيف نتصرف هنا الاستراتيجية وش هتزيد فيها خطوة الأولى فقط إذن وش هي الخطوة الأولى فقط هي تغذية الدارة مندمجة وش تديرو تحاوش على قطبي التغذية اللي هو قطب خمسة اللي هو وقطب عشر اللي هو جي مدمجة معتلك تسمية الأقطاب يقدر يعطي لك دارة صماء يعطي لك دارة السوداء ويعطي لك الأقطاب وبعد يقول لك صمم لعدد في هذه الحالة وش الدير لازم أول حاجة تعرف ترقيم الأقطاب كيف تعرف ترقيم الأقطاب شيف نصف الدائرة هذي وأبدأ من أسفل وأبدأ ترقم ومشي عكس عقارب سعدي واحد من بعد ترقيم الاستراتيجية أول تغذية دارة مندمجة القطب خمسة وعش نغذيهم ثنين اتسعة واحد اتسعة ثنين لازم ننضيف بجياندي ثلاثة جعل دارة عشارية كيف دارة عشارية لازم نحوص على كي آ قطب اثناش باش نربط بكلوك بكلوك قطب واحد والخمسة خطوة وخطوة الخامسة شرط نهاية اللعد كما كنت لاحظوا هنا شرط نهاية بوبة شرط نهاية نحن نبحث عليها لنها تكون بوبة ان دائما فاربعة وسبعين ألا ستسعين وخطوة الأخيرة هي المسح ويقوم بعملة المسح هي جمعا نطبقه هذه الخطوة نبدو بخطوة الأولى إذن خمسة وعشرة هم قطب التقضية خمسة نربطها بالمصدر جهد VCC ورقم عشرة بش نربطها بالماخر الأرض Grant هنا نكمل الخطوة الأولى خطوة الثانية ربط R91 وR92 BG&D لا نحتاجهم في العدد التصاودي بـ 74 ألا ستعين ما نحتاجهم إذا نربط واحدة منهم أو نربط في زوج إذن ستعرفها في حصة رقم 12 لكن يفرض عليك إشارة سعر خارجين مربوطة بـ 12 نرى بحصة رقم 12 نعطيكم طريقة بسيطة لأغلبية موجودة ديما نلقوها 99% في البكالورية إذن خطوة ثلاثة جعل دارة عشارية نحوص على قطب 12 باش نربط بك بي إذن عدد ترديد 2 ربط إشارة السعر وإذن ستكون خطوة رابعة إذن خطوة رابعة يمكن إشارة السعر كما تلاحظ عندي بوبا انت فيها مدخلين H و X 350 إذن نرسم بوبا انت مدخل الثاني X 53 نحتر وثائق سعر ومخرج البوبا نربطها بـ CK CK وقط برقم 14 هنا كملت إشارة الخطوة الخامسة هي شرط نهاية العدد إذن ماذا يسوي يسوي 6 إذن نحوص على هذه البوابة إذن نحول نظام العشاري إلى نظام الثاني 6 برقم عشاري نحول نظام الثاني ونكتب داخل دار مندمج إذن نحوص على LSB إذن في كي نكتب 2 0 1 بعد نزيد 1 بعد كي برقم إذن كي برقم 2 2 2 2 3 8 بعد تسأل متى يتحقق رقم 6 يسوي 4 و كي بما أن عندي أكثر من رقم 6 عندما كي يسوي 1 منطقي 4 2 4 عندي أكثر من الرقم يجب أن نربطها 9 و 8 و نكتب 2 يسوي 6 و آخر المسح نحوص على Air المسح الخارج أي 10 1 2 1 2 1 2 2 3 2 وثلاثة نارضها ب أصفر واحد فأصفر ثنين. اذا كانت اكس مئة ثلاثة تساوي السفر. هذة ستكون الدزاكتيفي. هذة عدد يحسب عادي. اذا كانت اكس مئة ثلاثة يساوي واحد. يولي واحد مننا واحد مننا. اصفر واحد تساوي واحد وصفراثنين تساوي واحد. ينشطه مع بعض العدد سيتمساح في هذه الحالة. اذا اكس مئة ثلاثة. وش هي. هي مرحلة ثالثة من مزنة قيادة والتهيئة وظيفتها مسح العدد وهذه كما قلت لكم راح نتعرفوها في المتامين ان شاء الله. وهنا اجماعة واشدرنا كملنا المسح. وكما كنتلاحظوا بسبوسة 74 الى 90 اسهل من قلبات. بحنا في ممليحة اجماعة زيت اعطيتكم مثال من هذا العدد ترددو ثمانية فيها رقم واحد دي ما هنمد لكم احد. بحنا نمد لكم عدد فيها رقمين احد وعشرات ولا في ارقام راح نشوفها في الحصة رقم اثناش راح نديرو فيها اكثر من دارة مندمجة واحد ديرو استثناءات اخرى هنا لازم لكم تفهموا مليح وبعدها في اثناش عكين استثناءات هنزيد انفهمكم فيهم مليح. اذا هنا وشطان نطلب منا تصميم عدد ترديدو ثمانية. بحنا نصمم عدد لازم نتعلمو نقرأ وثائق صانع. بحنا نقرأ وثائق صانع لازم تكون عندي استراتيجية. استراتيجية كما شاهدنا فيها خمس خطوات بسكو احنا تخلص من ار 9192. ديزاك تيفي هوم. خطوة ثانية جعل دارة عشارية. خطوة ثلاثة اشارت الساعة. خطوة رابعة شرط نهاية العدل اللي هو ثمانية. وخطوة الخامسة وش هو النوع المسح. هاي اجمعها نبدأ ونشرحهم بالتفصيل. هاي نبدأ بخطوة الاولى اللي هي ربط تسعة واحد وتسعة ثني بجياني. اذا شو نديرو? هادو نربطهم مع بعض ونربطهم بالقروند. مع انت ما يحتاجوش ارغام على تسعة. كملنا الخطوة الاولى. الخطوة الثانية ما هي جعل دارة عشارية. كيف نقلب الدارة عشارية? اذا مخرج كيئة هذا باش نربطه. نربطه بسكيكا بقلبنا العدد هذا يحسب من صيفر تسعة قلبنا عدد عشارية. هنا كملنا جعل دارة عشارية. خطوة الثالثة ما الذي يعطي اشارة تسعة ساعة سبعين الى سسعين? هنا نعرفها نروح نشوفه كلاك في المخطط الوظيفي ولا وثائق صار. اذا هنا اعطى لي بوباء مربوطة اكس 24 واشارة ساعة خارجية مع انت هنا كين اذن بالعد. اذا اكس 24 وش اسمها جماعة? هي مرحلة رابعة من اشغل بما انه مربطة باشارة ساعة واش وظيفتها اذن. وبما انه التركيب انه هو عدد مع انت وظيفتها اذن بالعدل. جماعة مش يدين موظفتها اذن بالعدل. اذا كانت هذه المؤجزة واشتولي اكس 24 اذن بالتأجيل. اذا وش نديره في هذه الحالة نرسمه بوباء مدخلين. مدخل او نرطه باشارة ساعة الخارجية ايش قادرة يتصل من اين او او سانك سانك والله بوباء تم قام ببت سي ام او او سلي درستهم انت هناك حصل او نرطه ااخس 24 اذا كانت ساعة 20 تسوي السفر. ساعة في اشارة ساعة يستهجل السفر العدد يبقى حبس على الرقم السفر. اذا كانت اكس 24 وش تسوي واحد واحد في اشارة ساعة تسوي اشارة ساعة بسكو عنصر حيادي. وهنا يتوصل ở الذي حصل هنا العدد يبدأ يحسب صفر واحد اثنين ثلاثة إلى غاية رقم تسعة كي يوصل رقم تسعة يتمسح تلقائيا ونحن ما نحن نحو سعدي عدد ترديده عشرة إذا هنا كمانا إشارة تسعة وحابين نوصل عدد ترديده ثمانية إذا خطوة رابعة وش هي هي الشرق نهاية العدد اللي هو أن يطلبه منه يساوي ثمانية لازمنا العدد يحسب من صفر سبعة مجرد جي يوصل رقم ثمانية يتمسح إذا هنا وش لازمنا نرسمه شرق نهاية العدد حيث تلاحظون ماذا يفعل؟ يفعل 8 إذن طريقة بسيطة جداً نحاول 8 من نظام عشري إلى نظام ثنائي ونكتبها داخل دارة مندمجة إذن كي أهول الألاسبي هو 2 أس صفر كل مرة نزيده 1 2 أس صفر تسوي 1 2 أس صفر تسوي 2 كي بي كيس 2 أس صفر تسوي 2 وكيس 2 أس صفر 4 وكيس 2 أس صفر 3 وكيس 2 أس صفر 8 إذن رقم 8 وكيس 2 أس صفر 8 إذا كنت تحقق عند رقم ثمانية فقط عند تحقق كيدي يسوي واحد منطقي. هنا أسكن دير بوبة شرط نهائة العدن لو ما دArجو. هنا من در الشرط نهائة العدن بسكن عندما عند رقم واحد. وكتن دير بوبة ان يحدث عندي أكثر من رقم. كما قبل ترى ثنين وربعة ستة يحتاجنا بوبة ان. لو كان يطلب مني عدد ترد سبعة سبعة وش أسي سيب واحد وثنين وربعة نحتاج بوبة ان بثلاثة ما داخلي. إذن هنا اجببو شرط نهائة العدن وش هو كيدي فقط. ونكتبو هنا آن يساوي ثمانية هنا وش كما نجمعها شرط نهاية العد والله من مستحسن في الوثيقة الإجابات تعكم في البكالور اكتبوا الطريقة بسكوا قاد يجيكم السؤال يقول لك اكتب توفيقة شرط نهاية العد اذا كيف نكتب توفيقة شرط نهاية العد اذا اذا وش نكتب آن يساوي ثمانية بالنظام عشر نحولها الى نظام ثنائي تخرج على شكل اربع ابيات اللي هي تكون واحد صيف 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 بعدها نشوفه شكون هو الاسبي الاسبي اللي يجي على جي في جهة اليمين مع انت هذا شكون يعبر عليه صيف هذا كي ا وهذه كي بي وهذه كي سي والرقم واحد منطقي كي دي اذا هنا وش نكتب الاسبي اذا وش هي التوفيقة تتحقق توفيقة عندها رقم ثمانية عندما يتحقق كي دي فقط اذا شرط نهاية العد انا وش يساوي كي دي فقط هنا كمنا شرط نهاية العد وهو اخر حاجة اللي يلمس اذا شكو نقوم مع عملية المسأل نحن نحوص على الف الوثائق صان كما كم تلاحظوا اكينا بوبة مدخل اول اكس عشرين اللي هو مسح خارجي عن طريق مرحلة ابتدائية من شغول اثنين ومدخل ثاني باش مربوط مربوط بواش بالمخارج تعدارة مدمجة اذا هذا وش نسميه مسح الذاتي اذا تركيب اللي اعطاه له هنا وثائق صاني يحتوي على طريقة المسأل اما مسح خارجي اكس عشرين او مسح الذاتي عندما يتحقق شرط ان يساوي ثمانية اذا وش نديره في هذه الحالة هذي البوبة وش هي جمع بما اغلاق مسح ذاتي او واحد م Sahib وعندي اكثر من طريقة المسح سيفتم تقوم بناطي الوثائره سيكون بعملية هاته تم مدخل مسح الخارجي لش مرحل 태 المسح الذاتي عندما يتحقق رقم ثمانية نرطوه بالمدخل البوبة الثانية والمخرج البوبة هذي نرطوها بمسح الجماعي اللي هو اصفر واحد مع اصفر ثنين وهنا يجمع كملنا المسح قاد يجمع يطلب منكم سؤال يقولكم اعطي لي معادلة المسح اذا هذي وش سميها سميها الار هذا الخط سمي اروميز ازيرو اذا ماذا يساوي 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 اكس عشرين او ماذا او 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 ان وان هي نفسها كيدي اذا مش نكتبو اير اشي يساوي يساوي ان زيد اكس عشرين والان معادلة التحوش هي كيدي اذا نشي المعادلة الترميز ازيرو اير اللي هي كيدي زيد اكس عشرين وهنا يجمع كملنا المسح هذا التمرين قادر كما اعطي لك مخطط مبسط 74 الى 90 قادر يعطي لك دارة مندمجة فيها كل الاطراف فيها كل الارجل اذا كيف نتصرف عنده استراتيجية زيدة عليها خطوة واحدة اذا فيها ست خطوات خطوة الاولى تغذية دارة مندمجة نحوص على خطوة تغذية اللي هم عشرة وخمسة خطوة ثانية تخلص من ار تسعة واحد اتسعة اث اثنين ديزاك تيفي هم ما نحتاجوش ارغام على تسعة خطوة ثلاثة تجعل دارة عشارية خطوة رابعة اشار تسعة والخمسة شرط نهاية العدد والسادسة اللي هي المسحر وهن طبقهم كل بساطة نبدأ بخطوة الاولى اذا قطبها يتغذية وشي هم خمسة وعشر خمسة وش مكتوب عليها فيسي معانتها نرطوه بالخطب الموجة بتاع البطارية وقطب عشر نرطوه بالمأخر ذا الارضي نكتبه هنا جياندي هنا كمنا خطوة الاولى خطوة ثانية اتسعة اتسعة واحد اتسعة اثنين محتاجوش لازمان نديزاك تيفي هم اتسعة واحد اتسعة اثنين قدار رقمهم ستة وسبعة وش مانتها نرطوه مع بعض نقلبوهم كتلة واحدة ونرطوهم بالفيسي سي وهنا كمنا ربط اتسعة واحد اتسعة اثنين بالجياندي ولا تقدر تربطوه غير واحد يبقى عدد صحيح من المسحة ستربطوهم مع بعض افضل اذا خطوة ثلاثة جعل دارة عشارية كيف نقلبوها دارة عشارية معانتها مخرج القلة اول كي اى بش نرطو الى هذا بالقطب رقم واحد يشغل سيكابي. هنا كملنا جعل داره عشري. في عدد ماهنا يحسب لانه لم يعطينه اشارة ساعه يبقى ديمة في سف. اذا خطوها رابعة و شو نشوفوه? شوفوه اشارة الساعة. اذا ما أشخاص يمونيين اشارة الساعة اللي هي اشارة السعاء الخارجة ناش. وحتمين بأوباة اند وحتمين اكسا اكسا وعشرين اذن بالعدد. اذا هنا وش نديره? نحاوسه على السكاءة اليوم قطب 14 نرسمو بوباءات بمدخلين مدخل اول اش مدخل ثاني اكسر بعاش نجمع ديما نحتارمو وثائق الصالة ما تكتبهاش من عندك هذي اشارت الساعة ما تديهاش من عندك مثلا تكتب اش مدخل رقمه 14 لازم تحتارمو وثائق الصالة بس كهو اعطالك وثائق صالة لازم تحتارمها اذا مخرج البوباءات باش نربطوها نربطوها بس كهو انا كمنا اشارت الساعة الخطوة الخامسة شرط نهاية العدد نحاوسوا على التوفيقه هذي وهنا ما اعطاكم ش البوباء اذا كنت تعرفوا عليها ما اعطاكم ش البوباء اذا وش نديره في هذه الحالة رقم 8 بنظام عشرين نحاولون نظام ثنائي ونكتبوه داخل دارة مندمجة شكون هو الاسبي اللي هو كي ا اذا في كي ا او ش نكتبوه اذا عدد تاردينه ثمانية اذا كي ا او ش نكتبوه اثنين والصفر مع انتها واحد وبعد وبعد عند كي او ش نكتبوه كي بي او هين ميتبوسو الثنين وو انتها اكبر Technologyриг Angel 2 войn ميتبوسي 2 eerste ثمانية و انتها بقيسي كي بي او 22 어제 الثمانية الانتياس 2 قليل ونحاول ننظام عشرين الى ثنائي بطريقة غير مباشرة ثمانية الاوبية ستساكل وشامل شرط نهاية العدد ثمانية اذا مكان يتحقق شرط نهاية العدد عندما يتحقق perquèведي في زن جه address Wonder if we support قطب حداش تخرجوا منه خط ونرسم هنا سهم ونكتبه هنا اين يساوي ثمانية ايضا توفيقة شرط نهاية العدل هي كيدي فقط ولا تديروا تحويل نظام عشر نظام ثنائي كما اعطيتها قبل اذا هنا وش كملنا كملنا شرط نهاية العدل واخر حاجة في العدد وش هو المسح اذا المسح كما كم تلاحظوا كينا بوبا عندي اكثر من طريقة المسح اما عن طريق مسح الخارجي اكس عشرين او عن طريقة تحقق شرط نهاية العدل اللي هو مسحة الذاتي اذا هنا في هذه الحالة ا hats shortcuts here ico 1 siis Ars 2001оньですね ماتح المسحest trains ico 1 المسح cavall معادلة المسح الذاتي ما هذه تساوي تسوي X20 أو مسحة ذاتي اللي هو أن يسوي ثمانية إذن رمز آزير ماذا يسوي يسوي X20 زايد واش زايد كي دي وهنا جمعنا كملنا المسحة تاع هذه دارة مندمجة جمعنا زينا قدنا استثناءات وأكارك جديدة رح نشوفها في الحصة المختصرة رقم 12 رح نعرف عدد كيعد أكثر من رقم كيعد مثلا عدد تاريد و 18 يحتوي على رقمين في هذه الحلقة لازمني أكثر من دارة مندمجة لازمني دارة مندمجة للأحد ودارة مندمجة للعشر وكان أفكار جديدة لو كان في الوثائق الصانية يفرض لك إشارة الساعة مربوطة في هذه الحالة كفاه تحل المشكلة متاعك هذا كامل إن شاء الله بإذن الله رح نعالجوهم في حصة رقم 12 وهنا جمعنا زينا وصلنا نهاية الحصة وما بقى عليها نقول لكم غير السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة